بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أهلاً وسهلاً بكم أينما كنتم وإنما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد تحدثنا مراراً وذكرنا في كثير من الوصفات البراعم وكثرة الأسئلة حول هذا الموضوع إذا كان بالإمكان أن نحضر هذه البراعم أم لا وما هو دور البراعم ولماذا نتحدث اليوم عن البراعم البراعم هي مرحلة من مراحل نمو النبات وهي المرحلة الأولى التي يخرج فيها النبات بعد عملية البذور هذه أو الحبيبات يطلق العنصة الخضرية منها وهذا القوام يكون غني جداً جداً بالمواد الأولية الفعالة كذلك يكون غني جداً جداً بالمعادن والفيتامينات هذا النبات يطلق هذا البرعم بكل المحتوى الثقيل خلينا نقود ذات المعيار الثقيل من المواد الفعالة حتى يستطيع بعد ذلك النمو بأمان ويطلق أوراقه ويطلق ثماره التي نستفيد منها بعد ذلك إذن تخيلوا معي هذه القوة الموجودة في البرعم التي يستطيع بعد مقاومة الأجواء الجوية مقاومة البيئة وما حولها من ملوثات وقوت في إنتاج الثمار لزيدة المذاق قوية في مفعولها المحتوى الكيميائي الطبيعي وبالتالي قوية في إنتاجها أو مفعولها الطبي المعالج الذي نقول دوماً استخدموا كذا واستخدموا كذا من فاكهة وخضروات إذن لو استغلينا هذا الجزء هذه الفترة الزمنية وهي فترة البرعم معناته إحنا أخذنا جل هذه المواد الفعالة والمعادن والفيتامينات التي تعزز من مناعة وقوة هذا النبات أخذناها نحن كإنسان لتعزز من مناعتنا وتعزز من النقص ودوماً هناك نقص شديد من المعادن والفيتامينات كيف لنا أن نحضر هذه البراعم منزلياً؟ أولاً كل شيء يخطر في بالكم من منتجات نستطيع أن نصنع منه برعم أو براعم البروكلي، الكرافس، الحمص، القمح، الشعير، أي شيء يخطر في الفول كيف نعمل هذه العملية منزلياً؟ ببساطة أولاً نقوم بنقع المادة الخام خلينا نقول عنها البذور أو هذه البقليات المختلفة ننقعها في ماء صالح طبعاً للاستخدام لمدة 12 ساعة، 14 ساعة حتى تطرى جداً بعد ذلك ننقلها، نصفي طبعاً الماء ننقلها إلى وعاء زجاجي محكم الإغلاق ونضع قليل من القطن أو أي مادة قطنية تمام؟ ونحكم الإغلاق جيداً ونضعه في مكان مظلم بعد أن وضع في مكان مظلم لمدة ما يقرب من 24 ساعة أو ليلة نخرجه لكي يرى الشمس ويتعرض للشمس لتبدأ عملية البناء الضوئي وعمليات إنتاج المواد الفعالة وكل هذه الأمور ويبدأ نلاحظ شيئاً فشيئاً نمو هذه البراعن حتى يكون هذا الوعاء الذي اخترناه مليء وسبحان الله يعني فيه قوة انطلاق تجدونها سريعة وكمية وفيرة جداً 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 يعني تفي بالغرض وزيادة الآن حصلنا على هذه البراعن كيف نستخدمها؟ استخدامات عديدة ممكن نتناولها كما هي ممكن إضافتها للطبق الصلطة ممكن إضافتها يعني نتناولها بجوار فنجان القهوة أو فنجان الشاي ممكن أن مع الأجبان مع الألبان يعني في كل وقت وزمان مرحب بها تمام؟ قبل الأكل سواء بوجبة الإفطار أو وجبة الغداء تمام؟ كيفما تريدون تناولكم لهذه البراعن فنفرض براعن البروكلي على سبيل المثال أخذنا خواص البروكلي الأساسية تمام؟ أخذنا براعن الكرافز أخذنا خواص الكرافز الأساسية القوية التي بدورها تدعم جهاز إيش المناعة إذن نستخلص هنا خلاصة أنه لا بأس أن يكون لدينا في المنزل مثلا نوعين أو ثلاث من البراعن القمح مثلا البروكلي ونختار مثلا من البقليات نوع الحمص على سبيل المثال ثلاث أنواع سهلة الحصول سهلة التحضير كثافة غير طبيعية من البراعن نحصل عليها بهذا الأسلوب البسيط وتخيلوا الآن حين نعود أطفالنا تناول هذه البراعن منذ الصغر فغذاء في الصغر صحة في الكبر وكذلك كبار السن نركز أن يتناولوا هذه البراعن دعما لمناعتهم حتى لا يتعرضوا بسهولة إلى الفيروسات المختلفة خاصة ونحن نعيش في هذه الأجواء الحرجة من فصل الشتاء ونعاني ما نعانيه من حجمات شرسة من الفيروسات بمختلف أشكالها ومسمياتها وأنواعها إذن أسلوب بسيط خلال أيام قليلة أقل من أسبوع يكون لدينا كمية رهيبة من البراعن معزز به صحتنا ومنعتنا ودوما نرجو لكم دوام الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة